السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة أخرى من حلقة أم سجود وفكرة جديدة فكرة اليوم إن شاء الله هي عبارة عن ماسك ماسك للشعر بمواد طبيعية 100% كما تشاهدون لدينا البانان أو الموز لدينا بيضاء و لدينا جمعات كبيرة لدينا زيت الزيتون والمقاطر يبقى لحسب طول أو قصر الشعر إذا كان الشعر طبيعي نديره جوج بنانات أو جوج موزات ندير معهم جوج بيضات كاملة و ندير معهم مرعة معلقة زيت الزيتون كان شعر قصير نديره بيضاء و موزة و جوج معلقة زيت الزيتون هذا الماسك هذا صدقني هو مفعول و خطير جدا و أقل ما يقال عنه أنه روعة صدقوني في نمو الشعر و لما عندي الشعر و كي تستعمل من جذور حسن الأطراف و يدلك مزيان على الشعر صدقوني راه رائع رائع زمادا أقل ما يقال عنه و نبدأ على بارك و سلام و نستعمل و نستعمل هذا الموزة قطعة صغيرة و نستعمل الخلاط الكهربائي يستعمل و نستعمل و نستعمل و يودع و تحديث و أخذوا نوع الموزة و تكون و تحديث و يكون و تحديث و أعطينا و تحديث سخوني هذا المسك روعة من أرواع من أرواع ما جررت من اللي كتديرو على الشعر كتديرو البوني على شعركم و تديرو فوتا سخونة من فوق الشعر و كتخليه مدة ساعتين و كتغسل بما دافي خطير هاد الشعر سيكي خلي الشعر حغيري و لانع سوف نضيفو لي بيضاء كامل كما تشوفو و جمعها لق و جمعها لق زيتون و جمعها لق زيتون كنخلطوه مزيان بعد ما مع كناديك الموزة كنخلطوه مزيان كي ندامجو العناصر مع بعضها كي نضيفو كريمي كيف ما كتغحضو ان شاء الله غدي نجربوه و غدي يولي هوان و سمد عندكم دائما بالكل حملة روعة روعة هاد الماس كده خطير و بمكوينة طبيعية يعني الموزر معروف و المنافع ديرو على الشعر سيكي خلي الشعر ديكم سبس بحل دير اللي هوان و بمكوينة طبيعية و بمكوينة طبيعية و بالقي يومي جيدة و بمكوينة طبيعية ثم ندامج لنا العناصر نأخذ معلقة جوز الهند معلقة جوز الهند نستخدم معلقة نستخدم معلقة جوز الهند يستخدم معلقة جوز الهند كيف تتجد لكم زيت كبا و زيت كبا و زيت جوجوبة و كيف تلاحظوا هذا هو الشكل أو طوام الكريم كيف تشوفو و كيف تستعملو كيف تتجد لكم على الشعر من جذور حتى الأطراف تجد لكم جيدا على طرق الرأس جيدا كيف تزيله تجد لكم زيت كبا و كيف نشتره الشعر من بعد ما نديروه المسكة للمشتابه يدامج لنا في شعر كامل بعد ما نجمع شعر و نضغطه البوني أو البلاستيكا أو السلوفان و نشتره من الفوتا سخونة و نجعله في ساعتين و لا نملك بالتش و لكن من الأحسن ساعتين صفي وتغسل الباب بالماء دافي من ديروشه ما سخون الماء يكون دافي ومن بعد اعطي صدقوني اللي غدين تحيدو الفوطة او للبوني على الشعر ديالكم صدقوني بحالة دورتو باتشا كي يكون الشعر زغبا متلوقع وكتشسبو حد انتعاش في الشعر ديالكم صدقوني غدين تجربوه وغدين تشكروني علي وكنتسلنا لتشوف لي كومنتر ديالكم ان شاء الله ودائما اللي ما زال ما تقابونا شي تقابونا عندي في القناة وكنتسلنا للايك ديالكم وتعالي قزوينة كيف عودتوني دائما وإلى اللقاء في حلقة جديدة ان شاء الله مع وصفة من وصفات ام السجود وإلى اللقاء